نهر البطحة احد اهم الانهار المسمية في ولاية البطحة يستانف مجراها هنا في منطقة كنجرو يتزامن ارتفاع منسوب مياه نهر البطحة مع وصول رعاة الروحة للمتجهين نحو الشمال في الماضي كانت الماشية تدخل الماء لعبور النهر بكل المخاطر التي ينطوي عليها ذلك ولكن منذ عام 2015 وبفضل بناء هذا الجسر الرعبي في كنجرو اوشكت محنة رعاة ومواشيهم على الانتهاء يبلغ طول جسر كنجرو 190 متر وهو نتيجة تعاونكات مع الاتحاد الاوروبية بناء هذا الجسر هو مصدر فرح في نفس الوقت للسلطات المحلية وسكان كنجرو اضافة للمسؤولي فدرالية الرعاة ورعاة انفسهم هذا وتمنى رئيس مركز داري كنجروه ادريس سليمان بويميه من الشركة المنفذة ان تعود للقيام بهذا العمل المنصوص عليه في عقد التنفيذ حتى لا يتم اعاقة استخدام الجسر خلال موسم الامطار اشتركوا في القناة